اشتركوا في القناة بالفترة السابقة شفنا اكو قرارات صارت في مطار بغداد الدولي قرارات ما بين امور تخص الطيران ما بين امور تخص حركة المسافرين ما بين امور تخص يعني التكسيات اللي داخل المطار وغيرها من الامور اللي تحدثنا بيها وكان يكو شراف مباشر من قبل دولة رئيس الوزراء حول هذا الموضوع اللي هو موضوع مطار بغداد الدولي هسى احنا يوميا جاي مدير للمطار ويوميا مسوي لهم شغلة الموضوع شنو وهسى البعض رح يقول لي اكو شي غريب بالموضوع اشجاب النزاهة على هيشي على مدره شنو هيئة النزاهة فتحة التحقيقات حق مطار بغداد الدولي التحقيقات أمور نزاهة بيدواعر هواية بأمور هواية ففتحوا التحقيقات لقوا خروقات كثيرة جدا كثيرة وبيها أموال وبيها أمور لازم تصير بس أبرز شي لقوا اللي هو راح نشوفه إحنا وياكم في مطار بغداد طبعا نرجع لكم بعدين على الباقيات بس خلي ناخذ الأبرز توقف 18 طائرة 18 طائرة من أصل 35 تمثل أسطول الشركة توقف 18 طائرة هذنش يردن الطيارات يردن مبلغ 170 مليار حتى يتصلحا 18 طائرة من أصل 35 ما يمسويلهن صيانة يردن 170 مليون دولار حتى يسويلهن صيانة طياراتك بيهن عاطلاتك بيهن صيانة 18 طائرة من أصل 35 هذا هو الرقم أضافه إلى الديون المستخدم المستحقة على الشركة 365 مليار 37 مليون دولار خسائر العقد مع شركة منزس البريطانية لقيت أنه عدد موظفي الشركة 4149 يعني ضعف عن الحاجة الفعلية ضعف عن الحاجة الفعلية يعني جزء الحاجة بتقولها 2100 2000 و هلقه هم 4000 زين فهي التحقيقات هيئة النزاهة تتحرى أداء الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الطائر الأخضر الطائر الأخضر أكو بلاوي وراء يا ناس اشتغلوا اشتغلوا للمصلحة العامة يوميا جايكم رئيس وزراء يوميا جايتكم نزاهة يوميا جايتكم رقابة يوميا يوميا ها السماء تعبتوا ادر هاي الطيارات الـ 18 طائرة هذن اللي يرادلهم 170 مليون دولار وين جدتوا عنهن أرباحكم وين جاي تروح أرباحكم وين جاي تروح طيار 18 طائرة من أصل 35 تمثل الشركة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية يحتاج لهم صيانة ووقفوهن ما راح يطير عنها بالتالي راح يصير اجدحام على الطيارات البقت اللي هنه 18 مناصر 35 شي اللي 18 ايش بقى من 35 وقت 17 على معتها قد 17 طائرة زين لذلك هاي الأمور يعني اللي لقيتها هيئة النزاة هاي أبرز شي اللي لقيتها هي الطائرات الـ 18 طائرة خلي نشوف تعليقات المواطنين حول هذا الموضوع ماذا كانت علي يقول هو العراق كله متوقف وكله يراد لصيانة الله وكلكم بسمن بالله مرة سافرنا من وصلنا المطار الدولي الاخرى الاطارات مين فتحاً فيله مجنبي هذا فيله مجنبي مطار بغداد يعني باية يدري يعني ما تبتوم وذاك يوم راح احكم رئيس الوزراء ووضخكم وقرر يعاقب كم واحد وغير مدير المطار وهس الخطوط الجوية وهس وراء تطلع عندنا سلطة الطيران المدني مطار بغداد سلطة الطيران المدني الخطوط الجوية العراقية الشركة العامة يا بسهية شنو ايدي بش تغلو ابراهيم يقول اجراء سلين لكن ما دخل هيئة النزاهة بطائرات الخطوط الجوية العراقية فعلا عجيب امور غريب قضية لا حبيبي لا عجيب ولا غريب هيئة النزاهة تدور حتى ببيوتنا لا حق من اين لك هذا حبيبي لازم اي شركة حكومية او دارة حكومية او وزارة او 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 لازم هيئة النزاهة تتابع وراهم يا حبيبي خصوصا اذا جدت بلاغات ديوان الرقابة المالية ايضا يفتر عادي يا عمري هذا كان تعليق ابراهيم فراتي يقول غير الاستثمار ما يفيد يا عمي افتهموا العمل الحكومي غير ناجح حيث معظم ايام السنة عطى له مناسبات فبعد يمتى يشتغلون الاولاد الاستثمار يعني النجاح اخر تعليق من عطى يقول لماذا الخطوط الجوية العراقية بهذه الفوضى والاهمال بعد ان كانت من ارقى الخطوط العالمية كفاء اهمال يجب ان يكون الحساب عسير جدا تدلل تدلل عطى المياحي تدلل استاذ هذا كان اخر تعليق بخصوص موضوعنا الاول اللي هو موضوع الخطوط الجوية العراقية اللي بيها طائرات 35 طائرة 18 من عدها وقفا وقفا لانه مثل ما تعرفون يعني لازم يتصلحا والصيانة يرادل والصيانة تكلف 170 مليون دولار هذا كان موضوعنا الاول اما موضوعنا الثاني في هذه الفقرة ايضا موضوع مهم ويجب انه نتحدث بهذا الموضوع الدراجة النارية وسيلة يستخدمها عدد او شريحة كبيرة من الناس اضف الها التوكتوك اللي هو وسيلة نقل ايضا اكبر من الدراجة النارية يستخدمها الناس اكثر خصوصا هذه تعتبر وسيلة رزق يعني لكسب الرزق الدراجة يقوي جز استخدام شخصي يعني بس يوصل صاحبه وبس قرار من مجلس الوزراء بمن استيراد الدراجات النارية والتوكتوك القرار بعدة امور القرار بسلبيات بايجابيات البعض يقول لك دراجة توصلني وتجيبني وتوديني احسن من ما اشتري سيارة وازدحامات واثر على الشارع بعض الاخر يقول لك الدراجات النارية تسبب حوادث وليسوقوها متهورين ويدعم شخص له هذا ويتورطه بالسيارة ويروح بيها نجع التوكتوك بعض يقول لك خربت الشوارع خربت المناطق يتزارقون بين السيارات يتسببون بحوادث البعض الرأي الاخر يقول وسيلة لكسب الرزق لعوائل وشريحة كبيرة من المجتمع اللي هي تعاني تعاني الفقر والجوع يشتروا لهم توكتوك حتى يشتغلون بيها يعني ويجيهم الرزق والرزق بالنهاية على رب العالمين هذه الآراء لذلك احنا هسا من راح نحكي لا راح نميل على هذا ولا نميل على هذا راح نحكي ميلات الله على دولتهن هو انت اوكي امنع استيرادهن القرار صائب بمنع الاستيراد بس مو معناها تشيل ذني كل ينهسه لا امنع الاستيراد اللي باقيات بالبلد يكفن البلد يمكن عشر سنين لي قدام اللي يتخرب تروح اللي يتخرب تروح اللي تأطى اللي تروح وهكذا الحد ما تجي العالم تتعود انه بعد ماك دراجات جديدة ماكو تكاتق جديدة احاول اشوف لغير وسيلة اشتغل بيها احاول اشوف لغير وسيلة اتنقل بيها امنع الاستيراد بس لا تمنع هنهسه من الشارع امنع استيرادهن لا تجيب جديدات كلش تمام هذا رأيي رأيي الشخص ورأيي شريحة كبيرة من المجتمع نفس الوقت نقول لازم نصر رقابة على التكاتك والدراجات نفسهم يعني اللي يسوقوها لازم مو صغار لازم معدين السن القانوني مو احنا جاي نشوف جهال صغار اطفال يا اما صاعد لب دراجة يا اما صاعد لب تكتك ويشتغل بي مو هذا الموضوع مو سهل يا ناس اليوم انت من طفل من سلمة تكتك او دراجة ويشتغل بين السيارات كعرثة هاي ميصير يا اخوان ميصير لازم نخلي هذا الموضوع نصب اعيننا التكتك والدراجة ما لازم يسوق اي شخص ما لازم فهذا جانب جانب اخر نتمنى من الحكومة عادة النقل مثل ما كان سابقا عادة النقل العام والمواصلات عادة السكك عادة السيارات هاي اللي كانت تنقل المنشآت من منطقة المنطقة لازم هذا الموضوع ضرور يا جماعة ثقوا واعتقدوا لو رجع النقل كل واحد من منطقته يلقي وسيلة تنقل تنقل المنطقة اللي هو اللي يريدها سواء منطقة العمل أو منطقة اللي يريد يروحها كائن منته ما رح يشتري سيارة ولا رح يركب سيارة ولا واحد من الناس إذا إذا ألقي وسيلة نقل تنقلني من بيتي إلى هاي المنطقة اللي أنا بيها اللي هسه هي منطقة القناة تعتبر يعني اللي متواجدة بها قناتنا رح أجيب سيارتي خب أجي حر براحتي أجي أصعد براحتي وأجي وأصل ولا ألتزم سيارة ولا أدور قراج للسيارة ولا أدور بانزين ولا أطبق ذهن ولا 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 أطلع حر من بيتنا رجع حر فلازم هذا الموضوع يعني يؤخذ النظر يخليشوف الموضوع التفاصيل وأيضا غدود أفعال المواطنين حول هذا الموضوع مجلس الوزراء يقرر منع استيراد دراجات النارية والتوكتوك سميح يقول إذا ناس تقول قرار صائف فهو أي ناس انقطع رزقه رغم أنه البعض أذية بالشارع لكن مجلس الوزراء هل سيوفر العمل لهم بعد فترة هنا التساؤل ما هو مو من صلاحيات مجلس الوزراء يوفر العمل يعني خصوصا إذا كانوا أصحاب هذه التكاتك أو الدراجات النارية مثلا مو حملت شهادات سواء عليا أو شهادات يعني شلون مجلس الوزراء وخصصنا عمل يعني بالمنطق ما هو لازم يتعب لازم يجتهد يا أما يدرس يا أما يروح يتعلم له مهنة حتى يكسب المال ماكو والله أنا أمنع استيراد دراجات أو التكاتك ولازم أشغلها للتكاتك ماكوش بالعالم يعني يجوز إحنا العاطفة تغلبنا يا جماعة وأنه يقول قرار صائب يوم الستو تنشاء الله أما ميثم يقول لازم يحددون عدده بكل مدينة ثانيا القيادة حسب السن القانوني تعليق يقول فدوة جمعوهن من الشارع ومنعوا استخدامهن بالشارع دمره والشوارع أحسن قرار إحنا بعاصمة الحضارة عاصمة بلاد الرافدين مو قاعدين بنيو دلهي فدوة وياكم التكاتك أكون ممنونة الشارع بعد ما يتحمل تقول أكون ممنونة يلا فوضى خلوا التكاتك داخل المناطق ممنوع نزولها للشارع العام فدوة خلصوا الشوارع من الفوضى أما آخر تعليق من قاسم يقول قرارات متأخرة إن شاء الله نحو الأحسن والأجمل هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني في هذه الفقرة هو موضوع منع استيراد التكاتك والدراجات النارية بقرار من مجلس الوزراء هذا وكان موضوعنا الثاني موضوعنا الثالث في هذه الفقرة هكو أكلة دائما ما يشتروها الصغار الصغار بالعمر وحتى الكبار هذه الأكلة تسمى أندومي 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 تجيب تشيس يابسة تتفور بمي راح تصير طرية تضيف لها النكرة مالته وتلهمها هاي الأكلة تسببت بمقتل شخص أو طفل وين؟ بمصر سقد عمره 17 عام فتا هذا سوى تحدي بالتيك توك طلع التيك توك فتح بث مباشر وسوى تحدي تحدي شنو؟ أنه يأكل الأندوم الكوري الحار أندوم الكوري حار هذا ما أدري بها السعر أنا أدري الأندومي هذا العادي طلع أكو أندوم الكوري حار سوى تحدي فتح بث بالتيك توك أكل الأندوم التركي الحار مات هذا ترند يعني رائج في مواقع التواصل الاجتماعي العربية وأيضا في العراق ترند شاب يقتل أو يموت بسبب أكله للأندومي الكوري الحار وإحنا ربعنا وأطفالنا على قولتهم طائحين دقلي لأندومي يعب الأسواق يعب يردون يجيبوا 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 يا بجمعان نسويه لك كثير لا والله يروح يجيب أندومي ويجي يجب أن تكون هناك رقابة على مثل هذه المواد الغذائية الأندومي اللي قتل هذا الفتى اللي بمصر المفروض ما يدخل للعراق وإحنا جاء نشوف هواية فيديوهات توعوية بخصوص هذا الموضوع أطباء يحكون بهذا الموضوع وخاص خصوصا هاي المواد اللي تجي وياها هاي النكات وغيرها هاي مو سهلة أكو هواية أطباء يعني يحذرون ملعدها يحذرون يقولون هاي مو زينة يخربط الهرمونات يسوي شغلات أخرى يعني مضاعفات زين هو يعني هو أندومي يابس يبسوه ومدرشينه وانه يتبلل يصر يقتل زين وزيت مالته مدرمين يعني انت شايف لك أكلب ربع دينار هي من ناقيس لعدش قد تعبانة اش قد بها مواد أولية بسيطة ممكن تأثر على صحة الإنسان أكلب ألف دينار زين أجيب لسباكتتي على مع كورونا وخلي الحجية تسوي لك خلي أمك تسوي لك زين أكل بيت وقدامك ونظيف وهذه دي أش اروح أجيب أندومي جاهز والله وهذه فعلى وزارة الصحة طبعا واحد مني يشوفه أندومي والله هسه وشوفاه ترى الحمد لله أنا لحقت لحقت على المحروق الصبعا الله يرحم ويام المحروق الصبعا تنا نجمع وناكل محروق الصبعا بأيام الحصار ويام الحروب محروق الصبعا زين طيب طيب نابي لذة تنا ناكل خبز ورقي مثلا تنا ناكل حليب وخبز نخبطه هنيش صارا ثريت كل شي تنا ناكل زين خبز بالدهن هالخبز بالدهن ماكو نقلي وندير علي شوية شكر له هاي السوالة ودهن وناكل خبز بالدهن وشوية نخلي لشكر مني بس ماكو مني يذق الله زين خلي علي شكر يصر حلو حلو بيدهن وخبز وعجين يابا وجبة تزيدك أربع كيلو وات أيام هسه ماكو هسه والله اندومي جاهز طب جيبه شئ ليش لو والله هاي باقي الأكلات السريعة يا جماعة الخير اندومي خلنشوف خلنشوف الموضوع خلنشوف تفاصيله وخلنشوف ردوده فعال الناس وفات شاب مصري بعمر 17 عام بعد أكله الاندومي الكوري الحار خلال تحدي على تيك توك على تيك توك طلع تيك توك فتح بث مباشر اتحده اكل اندومي حار كوري يعني ليش الله يرحمه خلنشوف التعليقات ماذا كانت يقول عمر هذا مو يعتبر قتل نفس لا حول ولا قوة إلا بالله إش جابك عالسال فيه أما يا رقية يا رقية تقول والله كل الأمراض بالاندومي إش وقت نخلص منه مصطفى يقول لو أكو رقابة بالصحة ما كان دخله والاندومي بالأساس أما سارة تقول ومن يقول صوتي الاندومي أي جوز هو مريء الظاهرة تتحبين الاندومي الظاهر انت تشترين الاندومي هوا يا سارة الظاهرة ما غير تفسير لين دافعين على الاندومي قاب مارك يقول شنو دخل التيك توك الولد توفى بسبب الإدمان على أكل الاندومي يوميا وهذا الكلام واحد من أهله فيديو على الانستجرام انه بطلع عمود من عليا طلع عمود من عليا يجوز التيك توك كان وسيلة حتى الناس تشوف ان هو مات بسببك يعني جوز كان وسيلة لأن له ميت هو ماك الاندومي يعني ما ندري او ما احد يقول هذا الاندومي جوز التيك توك كان وسيلة اللي عرفتنا ولا هو التيك توك يعني ناس قاموا تسويوا شغلات في التيك توك يعني غريبة عجيبة يفتح بث مباشر مثلا هاي بريطان بلندين يفتح بث مباشر ويطب للبيوت للعوائل يصور بيهم وياخذ ردة فعلهم هاي شيناء تيك توك كم دمار هذا كان آخر تعليق بالمناسبة يعني كان آخر تعليق بهذا الموضوع لذلك نغادر موضوع الاندومي اللي الكوري الحار لأكل أشاب أو فتاة مصري عمره 17 سنة بعد تحدي على التيك توك وفارق الحياة مع الأسف موضوعنا الرابع والأخير في فقرة فيس توفيس للأسف منتخبنا الشبابي في مستهل مشوارة في بطولة كأس العالم تلقى خسارة كبيرة وموجعة من منتخب أورقواي برباعية كانت المباراة الأولى رباعية يعني رباعية مخزية ولكن نتأمل بهم خير اليوم مباراة جديدة مع تونس المنتخب العربي الشقيق تونس نفس التوقيت نفس الملعب نفس التوقيت نفس الملعب ساعة بـ 12 اليوم بـ 12 يعني هي راح تصير يوم الجمعة بس يعني دخلت يوم جديد يوم الجمعة بس هي نحن نعتبرها اليوم يعني مو مثلا يعني واحد يقول هاو الخميس لو الجمعة لا هي اليوم بالليل وأنا بيا طبع ما أحسب اليوم إلا نام إذا أبقى قاعد أبقى أقول اليوم إلا نام ما قاعد يلا أحسب يوم جديد فاليوم فد شوية هسا احنا شسمه فد شوية بـ 12 ما باقينا ثلاث ساعات أربعة فد شوية بـ 12 المباراة ليش واحد يقول ويامن وياتونس نفس الملعب ونفس التوقيت خلي نشوف اش عدنا من المواد طبعا بالمناسبة احنا نتمنى انه يعوضون نتمنى انه يقدمون مستوى جميل جدا خصوصا اللي صار بالمباراة الأولى الارجنتين خسرت بالافتتاح مع الكأس العالم يعني للرجال وأخذت البطولة فلا تخلون هذا الموضوع يسبب شي سلبي لكم زين انتوا أبطال يقول منتخذنا الشباب يواجهنا ضيارة تونسي مساء يوم الخميس في تمام الساعة 12 ليلة بتوقيت العاصم البغداد الساعة السادسة عصرا بتوقيت بوينيس آيرس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال الأرجنتين دون عشرين عاما هذه بوستر المباراة هذه من الاختتام التدريبات يقول اختتم وانتخذنا للشباب تدريبات عصر الأربعاء بتوقيت العاصم بوينيس آيرس في ملعب خيمينيزا في مدينة دي لابلاتا استعدادا لمواجهة نظيرة تونسي يقول التدريبات حضرها رئيس الاتحاد عدنان درجال وعضواء الاتحاد محمد ناصر وخلاف جلال حيث توزع التدريبات على بعض الجوانب التكتيكية والتنظيمية الخاصة بمباراة الخميس مع فرصة توظيف بعض اللاعبين حسب الواجبات التي ستنات لهم في المباراة التي يعتبرها جميع مفصلية للمنتخبين العراقي والتونسي كون المنتخبين تلقيا الخسارة أمام الأورغواي وانجلترا في وقت سابق شاهد الجهاز التدريبي واللاعبون مباراة منتخبنا أمام الأورغواي وللوقوف على الأخطاء وتصحيحها من قبل الجهاز التدريبي والذي قد يدفع بأسماء جديدة في مباراة الخميس أمام تونس كما شاهد الجهاز التدريبي واللاعبون مباراة تونس وانجلترا بمعرفة مناطق القوة والضعف تدريبات الأربعاء شاهدت غياب لعب منتخبنا الشبابي محمد عماد محمد عنها بعد تأكيد صابته بالتهاب الوتر الأخيني وأجريت له الفحوصات الطبية والتي أكدها طبيب المنتخب عبد الكريم الصفار حيث تأكد غياب اللاعب عن الملاعب عشرة أيام كما شاهدت الوحدة التدريبية حضورا إعلاميا من قبل قنوات العراقية الفضائية وبعض المواقع التواصل المعتمدة بالإضافة إلى القنوات العربية وموفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية هذا كان بيان التدريبات هاي الصورة من التدريبات هذا يوسف أمين المحترف في الدوري الهولندي ولعب منتخب ناشئين ألمانيا سابقا يوسف أمين رومان دولاتشي أيضا لاعب منتخب ناشئين ألمانيا سابقا وأيضا محترف في شالك الألماني سيان حسن حارس مرمى منتخبنا الشباب حارس مرمى نادي الكرخ هاي الصورة من التدريبات أيضا يظهر اللاعب عبد القادر أيوب وهاي من التدريبات كابتن عماد محمد محمد التعليقات يقول اثنين صفر التونس وغياب محمد عماد لا يعني عذرا من أجل أرضاء الجمهور هاي الكلاوات بطلوها ليش من دون اللاعبين صار عند التهاب ما يصر عند التهاب حرام يصر عند التهاب يعني صحة وابن المدرب بس يعني شون ما يصر يعني ما يصر يصر عند التهاب ماكو الثاني عبرت الشارع هاي صار عنده هنا رجلي والله العضلات هاي بس عبرت الشارع حركة مفاجأة غلط شون يعني عد الرحمن يقول موفقين إن شاء الله يدعي أما ناصر يقول لا شيء مستحيل في كرة القدم كل التوفيق المنتخب وعم انتخبنا شون كاتبة وعم انتخبنا شون كاتبة أحشي زعلون أسكت ياكلني القهر والضيم أغلس ما أقدر يعني إذا أغلس حبيبي حبيبي ناصر يقول كل التوفيق المنتخب نه منتخب نه العراقي في مباراة غدا الارجنتين خسرت أول مباراة وأخذت كأس العالم والعراق خسر أول مباراة ومخلي هذا اليموجي يفكر يشو يعني إحنا ما رح نعقد كأس العالم بس قال لا نصعد يعني مراكز جعفر يقول راجعين يا وطن راجعين جعفر التابد ما متفاعل وخر أما سجاد يقول بالتوفيق يا أبطال وهذا كان آخر تعليق بخصوص الموضوع الرابع والأخير في فقرة فيس توفيس اليوم موضوع منتخبنا الشباب المشاهدين الكرام وصلنا لأخدام فقرة فيس توفيس فاصل قصر فقرة تريند تيوب خليكم ويانا لحد يروح بعيد حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في فقرة تريند تيوب في الحلقة الماضية كماشنا مدرس وقطعنات قطع هنا هذا اللي كان شي يسوي اللي بالمعاهد الأهلية اللي كان يتجاوز ويسيء للطالبات طالح ويصيح ويعيط احنا ما قصرناه بصراحة شوفوا النقيق شوف مو نظير ولا نقيض ولا شوفوا الجانب الآخر من المعلم والمدرس العراقي الجانب الآخر اللي دائما ما نحكي ونتحدث به خلي نشوف هاي الصورة المشرقة عن التربية هذا اشتح تشوف حقها قليل شوف شوف طبوا الطلاب للامتحان طفت الكهرباء لزم الكارتونه وظل يهفينهم هذا مو واجبة بس هو من دافع الإنساني دافع الأبوي التربوي هذا اللي يسوي عكس هذاك الشخص هذاك المدرس زين؟ وبالمناسبة يعني هذا جاي يفتر عليهم كلهم ويهفينهم خطيئهم وباقين خطيئ آخر ثلاثة بالصف زين؟ طافي الكهرباء عليهم فتشوف انت شوف بالحلقة الماضية شلون طلعنا نموذج نفر ظال كان يسيء للطالبات ويسيء لهذا السلك التربوي وشوف اليوم؟ هذا المدرس الله يوفقه أتمنى من التربية تكافئة زين؟ لأن هاي الفيديو هاي الأمور الإيجابية اللي تطلع هاي حلوة هاي تشجع الطالب على الدراسة تزيد الألفة والمحبة بين الطالب وبين المدرس مالته أو المعلم مالته هاي الأمور الحلوة بارك الله بيك يا أستاذ حسب ما سمعت بالفيديو إنه اسمي أستاذ ستار بارك الله بيك ونتمنى من أساتذتنا إنه يتحلون بالروح الحقصة لشوي كبروها لأنه هاي 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 لأيام يعني أكو ناس عطلة أو أكو ناس بعدها تمتحن يعني شو يريد من عندكم الروح الأبوية اللي تكون حاضرة والتأكيد ما مقصرين وما يسي لكم أي نفر ظال يطلع بفيديو يسيء أو لا بالنهاية من تطلع هايش فيديوهات احنا نتونس احنا نتونس نشوف هاي الناس نشوف هاي المدرس يامح لا ونشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو يقول يقول من يقول أو تقول ملاك ملاك الهلالي تقول تقول الله يوفقك ويحفظك ويكثر من نمثالك إن شاء الله بميزان حسناتك لأراق بعده بخير لأن بهيش إنسان طيب وخير تعبت قرأتها كله بسرعة هاي تعليق ملاك أما محمد يقول ما رأيناه اليوم وفي الساعة الثامنة وقد دخول التلاميذ انطفأت الكهرباء فما كان علينا إلا أن نأخذ كارتونات لكي نهفي لأبناؤنا بعد أن تقطعت قلوبنا عليهم أبو محمد الكنان أبو مصر عاشي داكستار يقول ما رأيناه اليوم وفي الساعة الثامنة وقد دخول التلاميذ انطفأت الكهرباء فما كان علينا إلا أن نأخذ كارتونات لكي نهفي لأبناؤنا بعد أن تقطعت قلوبنا عليهم أبو محمد الكنان أبو مصر عاشي داكستار لكي نهفي بعد أن انطفأت الكهرباء عاشي داك والله عاشي داك كفوا منك محمد يقول الله يوفقك ويبارك فيك أحسنت يا أستاذ أتمنى من وزير التربية يقوم واجبة تكريم هذا الأستاذ العظيم والله يوفق إن شاء الله جرح الماضي يسمي نفسه جرح الماضي جرح أو جرح جرح الماضي جرح الماضي يقول أنت بمكان ما كامش الورقة وتهفي ساعدهم بالأجوبة وفضها حتى يطلعون ما تشوفهم هم بس ثلاثة باقين بص صحف يعني ما يعرفون يجابون انت شنو حضرت جنابك تريد يغششهم يطيهم غش ليش زين شمدريك انت ما يعرفون يجوز هم دولا أشطر ثلاثة بقى وحتى يبقون يتأقدون من أجوبتهم يبقون للنهاية يقرون يمتحنون يجابون شمدريك جرح الماضي أنت من ذاك تجرح الماضي بعدك ما صار الزين آخر تعليق من أحمد يقول للأسف الشديد عندنا بالعراق أبسط عمل إنساني نتعجب والدنيا تنخبص باع الدنيا شون كاتبها تعبتاني جبولي كرسي راح أوقع باع الدنيا شون كاتبها زين أنت من كتبتها ما شفت بها أكو أكو شي غريب يعني من كتبتها هيتش ما حسيت أكو شي غريب يعني وين هي هاي يعني ما حسيت ما حسيتها واقفة يعني دنيا أليف ما ما أجب بالك ما خطر عبد ما هو بيمل تنخبص لأنضاعة عدن الإنسانية لو يشوفون بأوروبا وأمريكا الأعمال الإنسانية والخيرية كان بعد ما حد يتكلم عن هاي الأمور البسيطة هي صحيح مضبوط بأوروبا وأمريكا ولك يوميا جيبنا فيديو من أوروبا وأمريكا مدرس وطالب دق بوكسات دق دق يوم جيبنا فيديو طالب كمش مدرس سحل تلقاع بي جيبنا فيديو ثاني مدرسة كمش الطالبة سحل تلقاع بي إيان ثانية تحكي عليها ثانية ثانية بالتيكتوك يصورون والله مقالب بيهم بالمشردين والجعاني يروح يجيب لهم وكل يقل لها تاكل يقل لها أي ياكل قدامه وما ينطي إيان ثانية تحكي بيها لو بس تريتعلق أحمد بس تريتعلق وقبل هذا كان آخر تعليق من قبل أحمد وبخصوص هذا الفيديو الفيديو التالي من أقليم كردستان من مجلس النواب لنشاهد ها هيش ها هيش يعني هيش هاي هيش بوكسات صايرة هيش يعني شلاليق عادي ترهم يعني يطي وحدة يعني يطي وحدة طوب هيش صايرة هناك شن السالفة عمي ترى هي زيناي الشاشة الفوق اللي انكسرت خطاية مدرب كم شدة ترى ذا النغاليات عمي عم لوم الطنيان خليها نباع بيها اللعبات نهائي دورة أبطال نشوفها بيها بين الستي والأنت زينادر شن رعوب طوب طوب صايرة شكوا عليمن شن الوضع غير نفتهين طب ما طب طب ما طب هاي من برلمان أقليم كردستان خلي نشوف التعليقات جوز يعني بالتعليقات يعني الشاشة اللي مقابل هاي هي اللي انضربت يقول ابراهيم عدم التوافق بين إرباب القرار يقضي أو يفضي إلى هذه الاشتباكات أما صلاح يقول نتيجة خلافات على مصالحهم ومصالح أسيادهم لا أكثر ولا ورغم هذه الفوضى والمهزلة هناك أناس ينتخبونهم ويأيدونهم ويدافعون عنهم هذا هو التعليق صالح زياد الركاب يقول يبدو أن الآية جدا واضحة التي مكتوب عليها وأمرهم شورى بينهم أيها فعلا هي واضحة كانت كانت واضحة أمرهم شورى بينهم وهم مهيش بوكسات طب طب وحده يصد بيها وحده يحمي بيها أبو هشام يقول كل شي متوقع من حكومة لا يهمها سوى عقارات في الخارج واثنين تريليون لمكتب رئيس الوزراء وثلاثة تريليون للشركات الصينية بالعافية هس الشعب راح يرتاح ايه فعلا راح يرتاح هس الشعب راح يرتاح يعني خليهم هذا كان آخر تعليق من أبو هشام خلي نشوف الفيديو اللي بعده الفيديو اللي بعده اللي هو آخر فيديو شايفيكم قطار يدوس الفرامل ويوقف يدوس البرايك ويوقف وينزل على مو ديكت الواحد يكفخة كفخة وهو يستحقها خلي نشوف الفيديو حلوة بو زايد حل بيك شوفوا شون واقف باو واقف قبال قطار ويسوي لهيك ماك الطريق شلون فوق قلبم ينزل يا يابا باع 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 نزله طبعا هاي صارت على المبايا شواركوا اكو مراصل جايسوي ستانت فجايسوي هنا اما وبالصدفة في التصوير طلع هذا الشخص شوفول ايشلون نزل سحبوا برايك نزلوا برايك ونزله باع 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 شون جاه شوف 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 تعجز ريح قلبي وهذا بعدين طلع يعني هاي بالهند طلع بعدين يقولون هذا يعني مخمور زيانه جاي يلعب عسد شي يقول لارجع ما كتر شينو شو بس والله نزل لك كفخ كفخ يا الله فوخ قلبي خلنشوف التعليقات خلنشوف التعليقات حول هذا الموضوع خلنشوف التعليقات شي قول أو شي تقول أحتاج أحد يضربني هيكي واعيني على الامتحانات كفخ هيكي كفخ معدلة وصلت حبيبي تعال شهد تقول لو دعم ولا هاي السطرة صدق لو دعم ولا هاي السطرة أما اي ارت تقول وبهاي ضربتك فقدت الذاكرة لو دعم أفضل عمل ياشي دعمها خليه يضرب ولا يدعمها سوسة تقول هاي هاي اهنود بعد ما عليهم عتب آخر تعليق يقول يستاهلي الكفخ سوى شون كفخ كفخ بعد بيتي سوى لك وعقف قبال القطار بسوى بوان قطار يقرجع سوى لك هيتش هذا كان آخر تعليق وآخر فيديو مشاهدين الكرام وصلنا لأقتام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة قلكم تيمو الله شكرا